نكمل مع التواريخ الآن مع التواريخ 1956 نحفظ الجملة نتاعنا أعج قرصانات الصومة هذه نبدأ من أسفل كما تولفنا نرسم الجدول بثلاث تواريخ ربع خانات الأولى للأيام ثانية للأشهر ثالثة للعام اللي حتثنا في 56 وآخيرا للأحداث سأبدأ من أسفل أعج قرصانات الصومة بعد أن نعرف هذا ما معينتهم؟ سألنا كما هك قلنا تواريخ 1956 كما كنا في الابتدائي كنا كندروا عدد صغير ناقص عدد كبير وشي قلونا نقول لا نستطيع على سبيل المثال 8 ناقص 10 بكري كنا نقول لا نستطيع وهي في الأصل تساويش حال ناقص 2 وش قلنا؟ قلنا 8 ناقص 10 بكري كنا نقول لا نستطيع ولكن هي تساوي ناقص 2 الآن ماذا سنفعل؟ بما أنني كملت بالـ 2 هذا الكامل هنا سنكتب بهم 2 2 2 تصيبهم؟ الآن ماذا سنفعل؟ سنستعمل هذه الـ 2 كيف سنستعملها؟ سنبقى نزيد بالـ 2 وش هي لازم نبدأ بالـ 0؟ وش معنتها؟ سنكتب 0 سنزيدها 2 كم؟ 2 سنزيد لها 2 4 سنبدأ من فوق 0 سنزيد لها 2 2 و سنزيد لها 2 4 نعيد التواريخ قلنا 1956 هذه نجبناها من الجملة الثانية من بعد ما قلنا؟ قلنا 8 ناقص 10 كم تساوي 2 بما أننا كملنا بالـ 2 هذا الكامل هنا نزيد لهم 2 من بعد قلنا نستعمل هذه الـ 2 كيف سنستعملها؟ كيف سنستعملها؟ لعمال الجزائريين ألف إتحاد العين العمال العام للعمال والجيم للجزائريين عفوا الإتحاد العام للعمال الجزائريين القرصنة الجوية على طائرة وفت الجزائريين أخيرا مؤتمر الصومة إذن عندي مؤتمر صمام في 28956 عندي القرصانة الجوية في 221956 وأخيرا الاتحاد العامل لعمل جزائيين في 242956 إلى الفيديو آخر إن شاء الله